مجدداً يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه على شن عملية عسكرية وشيكة في الشمال السوري بدون أن يحدد لها موعداً أردوغان أكد التزام بلاده بالقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها تنظيماً إرهابياً واعتبر أردوغان أن العملية العسكرية شمالي سوريا لا تقل أهمية عن تلك التي تقوم بها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق الحديث عن عملية عسكرية تركية في الشمال السوري ليس بالجديد بل يعود لسنوات مضت لكن عنصر التوقيت قد يكون هو المؤشر الأهم هذه المرة تسعى أنقرة منذ سنوات لإقامة منطقة عازلة بعمق يصل إلى نحو 30 كم داخل الأراضي السورية والهدف من إقامة المنطقة منع شن هجمات كردية ضد تركيا كما ترغب تركيا في إعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا إليها بسبب الصراع ومنذ عام 2016 شنت تركيا أربع عمليات عسكرية موسعة عبر الحدود مع سوريا وأثرت العملية التي شنتها أنقرة عام 2019 إدانة دولية واسعة نطاق ودفعت بعض الدول مثل فنلندا والسويد إلى تقييد مبيعات السلاح إلى تركيا وهنا تأتي دلالة التوقيت البعض يرى أن التحرك التركي الذي يأتي وسط انشغال دولي وإقليمي واسع بأزمة أوكرانيا يعد اختبارا لعلاقة تركيا مع قوى رئيسية فعالة في سوريا فأي عمل عسكري تركي في هذا التوقيت يعد اختبارا للعلاقة مع روسيا التي دفعت بالفعل بتعزيزات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية وأيضا هو اختبار للعلاقة مع الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لوحدات حماية الشعب الكردية كما لا يمكن فصل الموقف التركي عن مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو والتي تتحفظ عليها أنقرة حتى الآن وتطلب أنقرة ضمانات أمنية مقابل الموافقة على انضمام الدولتين في مقدمتها وقف دعمهما للأكراد ترجمة نانسي قنقر